ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماع مجلس الوزراء من مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى الجهود المستمرة لتعظيم الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف تلبية للاحتياجات والمتطلبات كما صعد مجلس الوزراء خلال اجتماعه التقرير السنوي والحساب الختمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حيث كشف التقرير زيادة إيرادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 30 يونيو 2023 بمقدار 36.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 9.1% إلى جانب زيادة استثمارات الهيئة بمقدار نحو 66.6 مليار جنيه